لما ذكر الجنة بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين ذكر أن أهلها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الناس في مقابلة أذى الآخرين على أنواع منهم من يقابلوا أذاهم بأشد منه فيكون آثما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فقال لا ضرر ولا ضرار والضرر ابتداء الأذية بالآخرين والضرار مقابلة الأذية بأكثر منها وأما النوع الثاني من أنواع مقابلة أذية الآخرين فبالمجازات بمثل ما نالهم من الأذى وهذه درجة مباحة يجوز للإنسان أن يفعلها لكنها ليست درجة فاضلة قال تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلِيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وحينئذ يعلم العبد جواز ذلك ولكنه متى تركه لله كانت منزلته أعظم عند الله جل وعلا وأما المرتبة الثالثة من مراتب ملاقات أذية الآخرين بأن يصبر الإنسان ويتحمل تلك الأذية ويرجو ثوابها يوم الآخرة فهذا هو الصبر الذي جاءت النصوص بالثناء على صاحبه وهناك مرتبة رابعة أعلى من هذه المرتبة ألا وهي العفو والتجاوز بحيث ينوي الإنسان ويعفو عن من ظلمه دنيا وآخرة وأهل العفو لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل فإن الله لما ذكر الجنة بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين ذكر أن أهلها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقد بين أن من عفى فأجره على الله جل وعلا وهناك منزلة أعلى من هذه المنزلة ألا وهي مقابلة أذية الخلق بالإحسان إليهم وفعل الجميل بهم رجاء ثواب الله وأملا في فضل رب العزة والجلال كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وكما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ترجمة نانسي قنقر